اشتركوا في القناة منور في الصباحات الندية الجميلة الله يقرأ أستاذ سالم نبدأ في فقرة رياض هذا الصباح أولى الأخبار يمكن بعد سد الفراغ الإداري اجتماع لجنة الطبيب مع طوارئ الاتحاد العام نعم هو شهر كامل من الفراغ الإداري في نادي الهلال منذ زهاب مجلس إدارة نادي الهلال نادي الهلال إلى أن تم تسمية لجنة الطبيع برئاسة رجل العمال هشام الصوبات وهو رجل لأول مرة يتقلد المناصب في الساحة الرياضية مع آخرين مثل الطاهر يونس الفريق السر ومدي الشخصيات عملت من قبل في نادي الهلال كان آمين عاما وطاهر يونس أيضا كان مشؤول من الاستثمار في عدد من مجالس الهلال متعاقبة منها مجلس البرير اليوم سيكون هناك المؤتمر الصحفي أو تقديم مجلس إدارة نادي الهلال أو لجنة الطبيع الجديدة لفترة أربعة شهور قادمة ستقدم هذه اللجنة مقترحاتها ورؤيتها طبعا الاتحاد السوداني في كرة الغدام في التنوير الذي عقده رئيس الاتحاد دكتور كامان سداد تحدث عن نقطتين هامتين هي أن لجنة الطبيع منطبي جمعية عمومية لإجازة النظام الأساسي ثم جمعية عمومية انتخابية لانتخاب مجلس إدارة جديد لنادي الهلال أنا أعتقد فيه بين السطور أمر آخر لم يذكره دكتور وبعضها واجب السداد وبمبالغ مالية ضخمة جدا الآن هناك شكوة لعماد محسن شهاب بنفرج بالعودات عدد الكوكي الزعفوري عدد من المدربين واللعبين الأجانب الآن لديهم ملفات موجودة باللجنة فضل نزاعات لدى الفيفا أعتقد أن المصيبة ستكون إذا تحولت هذه الشكوة من اللجنة تفضل نزاعات إلى لجنة الانضباط المجلس الحالي مطالب أيضا بمسألة ما بعد الأربعة أشهر هي في النهاية من المشاكل التي ستجابه لجنة الطبيع الحالية لنادي الهلال طيب السلام يعني الصوبات كثير جدا من التحديات التي أنت ذكرتها الآن بتواجه خاصة في تفضلات المجالس المعينة في السودان أفضل من المجالس المنتخبة ضد طبيعة الحركة الرياضية الحركة الرددة من تعي بالديمغراطية وأهلية الحركة الرياضية لكن للأسف ده الواقع المجالس المعينة دائما أفضل لماذا؟ المجالس المعينة ما بتترك مديونيات لدى المجالس المنتخبة يعني ما بتعمل تعاوضات كبيرة ما بتعمل سإسمارات كبيرة ده غصر الفترة يعني غصر الفترة بتحاول تحل المشاكل بتكون رؤيتها بحكمة أفضل بتضم يعني رجال عمال أنه التعيين بيجي رجال عمل الانتخاب ممكن يجي بمشجع هذا الواقع حاصل المجالس المسألة الهلس الصوباطعي طبعا نعتقد هو عارف الكلام وهو كان اعتذر أصلا لرئيس الاتحاد دكتور كامال شداد لكن دكتور كامال شداد أسناه هو اعتذر بحجة أنه فيه هجوم إعلامي وجماهيري عليه وشداده وضح له أنه هذا الأمر طبيعي في الوسط الرياضي ودكتور كامال شداد أشار إلى أنه الهجوم على الشخصيات الرياضية في الوسط الرياضي سيجعل الإداريين يعزفون عن بعد ذلك تولي المناصب الإدارية الصوبات يعي هذا الأمر لكن هل يعي قيمة المبالغ المالية التي يعني الهلالة الآن مطالب بدفعها غير الشكاوة الفيفا الآن جمال سالم مطالب بمستحقاته منذ شهر فبراير وسافره لوغندا هناك الإبواري ديدي كاديو أيضا لديه مستحقات الآن الهلال بدون محترف إذا الدور الممتازعات سيكون الهلال لأول مرة منذ عام 2004 بدون محترف أيامي أنه الأجانب دارين قروش في ارتفاع في سعر الصرف والمجلس السابق برئاسة الكاردينال ما كان بيسلمه من القروش وأنا أعتقد دي واحد من أسباب أنه الكاردينال رفض ترأس لجنة التطبيع بنادي الهلال ما يمكن نتوقع أن يدور في الاتماع اليوم أو في مطور الصحفي لجنة التطبيع اليوم هم حيتكلموا حيقدموا نفسهم إلى الناس خصوصا يعني الهيشانو الصوباتر أو الرئيس نادي الهلال الحالي أن نقدر تكشف النقاب عنهم كما ذكرت لك الطاهر يونس وسعدت الفريغة سيري شخصيات معروفة في الوسط الرياضي وغيرهم لكن الرئيس منصب الرئيس والريس هو الشخص الهم هو سيتحدث عن المسألة سيتحدث عن الأربعة شهور دي سيتحدث عن مسألة الفراغة لداري ومسألة السابق أشرف الكاردنال كان رحب بالمجلس الحالي أعتقد أنه أمره طيب وعلن عن لجنة استلام وتسلم لجنة مشتركة استلام وتسلم ما بين لجنة التطبيع الحالي والمجلس السابق أنا أعتقد ما الأمر المهم الأمر المهم هو المدينة النادي لدى الفنادق لدى الفيفا لدى لاعبين لدى موظفين لدى أي شخص لدى جهات فواتير كهرباء أي شيء المشكلة دي دائما المجالس اللي بتجي بعد كل مجلس مجلس والكلام ده ما بس في الهلال في معظم الأنجل بيفاجئ أنت ما سلمتني أنت ما وضحت لي المديونية طيب أستاذ سالم نحن شفنا أنه كان في ترحيب من قبل الكاردينال بالنسبة لدعم الهلال يعني إذا كان هو موجود أو الذهب في ظل الولاء بالنسبة للهلال ولكن ضد التناقض أيضا الإعلام الرياضي الذي كان يوالي بالنسبة للكاردينال هو يهاجم في الصوبات أو الرئيس المجلس التطبيع الجريد ما بين الترحيب وما بين الهجوم من قبل قنوات النادي الهلال الصحوف أو الشاشات الموالية للكاردينال أو هي ليست فقط الموالية للكاردينال هناك تنظيم فجر الغد الهلالي برئاسة الكوارتي أيضا هم هاجموا تعيين هشام الصوبات رئيسا لدنة الطبيع النادي الهلال والأمر هذا جاء من التحذب الموجود في الأندية الولاء أصبح للتنظيم والشخص في النادي أكثر من الولاء للنادي نفسه أو للنادي نفسه هذا أمر أصبح موجود في الهلال والمريخ متجذر لو الشغلة دي لها قريبة 20 سنة أصبح الولاء بشكل كبير جدا للهنادي وأصبح الهجوم وترصد الأخطاء بالنسبة لللجنة الطبيعي لجنة يا دوب تقول يا هادي تقول بسم الله هي طوال يبدو في الهجوم أنا أعتقدوا اللجنة دي تصدت إلى رئاسة نادي الهلال في ظل فترة الأمر طبعا أنصار الكاردينال دا رزبتوا أنهما فترة الكاردينال كانت أفضل من الفترة دي وبعض التنظيمات الأخرى شايفة أو هاجمة الاتحاد السودان ولكوت أغدام شايفة أنهي الأحق والأولى بترؤس نادي الهلال عبر لجنة التطبيع دكتور كامال شاداد قال الأربع شهور لحقتنا يعني حقة اللجنة الغانونية للاتحاد السودان كرة الغدم عينت لجنة التطبيع التي طراها الأفضل لرئاسة نادي الهلال ثم بعد ذلك في انتخابات التنظيمة الداري يأتي يرشح نفسه ويأتي بالانتخابات الكاردينال دعم الهلال قبل أن يأتي رئيسا في 2014 سجل مهندة الطاهر في فترة ألمين البريير تصريحه بنوو سيواصل الدعم النادي هذا تصريح جيد لو غرنوا بعمل ودعم لجنة التطبيع أعتقد الأمر سيكون لا يصل إلى سدة رئاسة نادي الهلال وحصل له الشقاق فكيف سيكون الحال في وصوله إلى رئاسة هو طبعا اتهم بعض المناصرين في التنظيم بالاختراق وبعبارات سياسية يعني تمام لكن في النهاية نعتقد أن الكوارد هو رجل الهلال يقح لا نشك في الأمر لكنه ينظم نفسه ويأتي بانتخابات بعد 24 و 24 ما كثيرين يشوف تنظيمه يشوف أعضاء عضويته يشوف هذه الأمور حتى لا يقدم برنامج قوي جدا ويأتي في رئاسة نادي الهلال لماذا الإصرار هو على ترأس نادي الهلال أنا أعتقد الشخصيات التي تأتي من خارج التنظيمات في الأندية خصوصا هلال والمريخ هي الأجدر بترأس لجنة التطبيع لأن التنظيمات يكون الشقاق سنوات الماضية يعني على الأقل بس نقول من سنة الفين الشخصيات التي أتت من خارج التنظيمات الهلال بتتكلم عن فريق عبد الرحمن السر الخاتم بتتكلم عن يوسف أحمد يوسف بتتكلم عن الحاجعة طلمنان أسامة ونسي في المريخ جمال الوالي كل شخصيات ليست ليست لديها تنظيم في نادي الهلال أو في نادي المريخ حتى الوقت دا كانت بيعين منه كان وزير الشباب والرياضة وبلاية الخرطوم ما كان الاتحاد قبل النظام الأساسي للعام 2017 وبالتالي الرؤية مشتركة ما بين الوزير الولاي وبين الاتحاد التنظيم الرئيس اللجنة التسيير يجب الرئيسة أن يكون لا يتبع لأي تنظيم في النادي طيب أستاذ سالم يعني ما بين الشدوى الجذب الكان استئناف النشاط الرياضي وتأخير استئناف النشاط الرياضي بسبب الظروف الصحية في البلاد في إشارة في إخبارنا اليوم عبر الرياضة هذا الصباح إنه الكاف أعطى الضوء عندنا مرور يعني لكن ما بعض المرور هل هو استئناف يعني فقط يعني ضوء أخضر ولا ممكن تشوفه كثير جدا من العوائق لا أهما بمسابة ضوء أخضر معناه أن ترجع بطولة الدوري الكاف لا يتدخل في هذا الأمر الكاف رأيهم في النشاط بالنسبة للقارة ككل الضوء الأخضر في أنه تستطيع أنك أنت تستضيف يستطيع من السمنادي المريخ ونادي الآن أن يقيم مباراوة دية خارج الحدود وأن يستقطب فريق آخر الضوء الأخضر وهو النشاط المشاركات الخارجية نعم بدل عن الدوء الأخضر هقعد عكا نقف الدوء الأمر فاصل ونواصل من جديد نرجع لموضوعنا انتهت الساعة الأولى ونسباح الشروع كنوا معنا أهلا وصحنا مشاهدين هذا الضوء الأخضر أنا وسلم وسلم نواصل من قطعة من الحديث لنا قطعتك بدوء أحمر وبعداك نواصل في الضوء الأخضر بالنسبة للإستئناف النشاط ورأي الكاف عموما الكاف منوض بالنشاط الخاري المشاركات الخارية سلطات السحية والوزارة لا الكاف قير معني بهذا الأمر ما قصده الكاف هو المشاركات الخارجية وتسمية الأندية الأربع المشاركة في بطولتين دور أبطال إفريقيا والكونفدرالية اللي حيحدد لها تاريخ قاطع لهذه التسمية يعني حيتم اللعبة المباروة حيختاروا من البطولات الساعة ما اشترط يعني أنت اعتمدت الروليت الحالي عيدت بطولة الدوري أم لم تعيد بطولة الدوري سميت الأربعة أندي بتوعان السنة الفاتتة أنت حر في كل اختياراتك وكل هذه الخيارات الأربعة لاجأت لها عدد من الدول الأفريقية يمكن أن نخبر أيضا شكاوى المريخ في الفيفا هو البلجيكي إيمالي طالب النادي بمبلغ 60 ألف دولار نادي المريخ في بيان ممكن فوق متأخر مما سامس نفى هذا الأمر وقال أنه لوك إيمال ليست لديه مبالغ مستحقة لنادي المريخ ولو إيمال كان جزء من أزمة زهاب مجلس ومجيء مجلس وده الأمر التي تحدثنا عنه في الهلال هو كان ما بين فترتي زهاب مجلس المهندس أسام مونسي ومجيء مجلس معين برئاسة جمال الوالي وبين المجلسين نعتقد ضاعت مسألة تسويات التسوية مع المدرب نعتقد أنه الابطة لأجلس المجلس المتعاغبة ومتقررة بشكل كبير متوارثة من أكثر من 15 سنة أو منذ بداية الاحتراف في بطولة الدور المتازل 2004 ونحن في مشاكل مستحقات اللاعبية والمدربين الأجانب لدى الاتحاد الدولي لكرة غضب والمشكلة ليست في هذا الأمر بل أنه حالياً هناك لعيين في الهلال والمريخ حالياً في الكشف هم يطالبوا بتسوية مستحقات وانا أعتقد ما هتتين بالشكل الغانوني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولا تزال الاعتماد على جيوب الأفراد أنا أعتقد من الأفضل التخلي عن كل المحترفين على الجانب والمدربين على الجانب والاعتماد على الكوادر المحلية الموجودة بعناصر محلية فقط ومحترف أجنب واحد وصل المريخ إلى نصف نهاية بطولة الدورة العربية ترجمة نانسي قنقر يجب الاعتماد بشكل كامل على عناصر المحلية والابتعاد على عناصر لجنبية للمسألة المالية الحرجة بالنسبة للأندية في بطولة الدورة المتاز هذا الأمر الأول المسألة الثانية في عدم وجود إدارة محترفة لإنهاء التعاقدات بالشكل الذي يضمن عدم وجود شكاوي لدى الأندية لدى الاتحاد الدولي لكرة الغدر أيضا من الأخبار يمكن المنتخب الوطني والعودة من جديد في مواصلة العداد وودي التشاد ودي التشاد تأتي ضمن قرار الكافة الكافة ما نسمح الآن وعطى الضوء الأخضر للمشاركات المنتخب ليست لديه خيار إلا معسكر في ظل عدم وجود بطولة الدورة المتاز والأمر هذا أشار له والمدربة الفرنسي فيلوت عدم وجود بطولة الدورة المتاز ستتضر بشكل كبير جدا في جاهزية المنتخب لمباراتين غانا المغررتين في منتصف شهر نوبمبر المعسكر المنتخب سيبدأ من يوم قدن السلاسة كان المنتخب بدأ ثلاثة تدريبات وكان هناك فيه معسكر في شهر يوليو هذا المعسكر الثالث بالنسبة للمنتخب مع المدربة الفرنسي فيلوت الآن دون أي استحقاق رسمي هناك مباراتين ستكون وديتين في نهاية شهر سبتمبر القادم أعتقد المعسكر هو البديل لكن ليست البديل الأنجع لمطورة الدورة المتاز لكن البديل المتاح الآن بالنسبة للاتحاد السوداني وبنسبة لمدربة المنتخب الفرنسي فيلوت لمجابهة مباراتين قانا الحاسمتين في تصفيات أمم فريغيا في منتصف شهر نوبمبر سالم عالميا أصبح الآن ميسا حديث القنوات العالمية الإعلام العالمي والإعلام الرياضي بصورة خاصة بعض الهزيمة الكبيرة كانت من قبل بايرون ميونيخ يعني الهزيمة الكبيرة اللي من بعدها طوالي قال أنا حاغادر النادي كثير جدا من الجدل لشأنه حتى كمان الجمهور كان معول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعا نفس الأمر كان موجود لكريسيانو روناردو بمبلغ أكبر مليار يورو لكن ريال مدريد عندما تفاهم مع يوبنتوس قام بتغليص المبلغ من مليار إلى مئة مليون وذهب في نفس عمر ميسي 33 عام وذهب في الصيف 2018 إلى فريغ يوبنتوس الآن ميسي هو يريد أن يغادر يرى نفسه تماما خارج منظومة برشلونة ويريد من فريغ برشلونة خفض قيمة العقل الشرطة الجزائي ميسي كان يعتقد أنه بإمكانه الزهاب على اعتبار أنه هناك بند يتيح له الزهاب دون دفع الشرطة الجزائي والكلام ده في شهر مايو لكن شهر مايو تجاوز ونحن الآن في أقوستوس هو يعتقد أن أزمة كورونا والتجاوزات الغانونية التي أباحتها اللجانة الغانونية في الفيفا ستسمح لميسي بالمقادرة بدون الدفع الشرطة الجزائي لكن أعتقد هذا الشرط قوي جدا وعايق أمام زهاب ميسي ميسي لم يحضر إلى التدريبات لم يحضر إلى فحص الكورونا الذي أجري أمس الجماهير برشلونة انتظرته كثيرا لإجراء الفحص ولم يحضر إدارة برشلونة قاد ستوقف عقوبات مالية على ميسي قيابه لكل يوم يعني خصم مرتبه أعتقد أنه الأمر معقد لكن أيضا على ميسي إذا أراد أن يقادر برشلونة أن ينهي مسيرته مع برشلونة بشكل لائق دون جدل قانوني يعني الآن مع وجود الجدل قانوني أصبح فيه مشجعي لبرشلونة ضد ميسي هذا أمر لم يكن يحدث من قبل عندما خسروا أربعة أمام ليفربول لم يسي أحد إلى ميسي عندما خسروا تمانية أمام بيربوريخ لم يسي أحد إلى ميسي ميسي مكانته مقدسة ميسي 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 إلى نادي أمريكي أو إلى نادي أرجندين دون أن يرتدي الشعار أي نادي أوروبي آخر طيب ليه نادي برشلونة دائما هو يعني يأتي بالإقصابة النسبة للعبين مرات بيعمل قصص حتى أن يخفض من عقوداتهم أو المبالغة أو كذا يعني لو على مر الزمان أساطير اللعب في نادي برشلونة هل هي الغضبة الأمل لنادي برشلونة اللي هو يجمح كل مشاهير الكرة العالمية يعني التعامل النادي زات مع اللاعبين كرة الغدم أصلا ليست فيها وفاء لا يوجد وفاء في كرة الغدم ودائما حتى ريال مدريد حتى برشلونة ومعظم الأنديا موسيقى بعد ذلك يقول له غادر يبقى الشكل أنه هل يقول له غادر بشكل لائق أو بشكل غير لائق يعني إذا كان برد ريال مدريد تتبع نفس الأمر مع كاسياس حارس وسطوري بالنسبة لفريغ ريال مدريد فالأمر هذا موجود بكل أندية العالم لكن ميسي حتى الآن هناك وفاء وتغييم له كبير من في برشلونة يجب أن يعامل وفق هذا الأمر طيب إلى أين يتيه ميسي عموما أعتقد ممكن يبقى أنا أعتقد هناك وسيبقى طيب جمع نحن شكرا لك كتير جداً أستاذ سالي والأخ وهار والحديث عن الرياضة يعني شكرا جميلة لك شكرا جميلة لك شكرا مقدرين نعم شكرا جميلة لك